أدان البرلمان العربي بشدة تصريحات الاستفزازية التي أدل بها رئيس وزراء إسرائيل بن يمين نتانياهو معتبرا أنها دعاءات مضللة تهدف إلى عرقلة جهود الوساطة وأكد البرلمان العربي أن التصريحات تعكس فشل الاحتلال على المستوى الداخلي وتكشف زيف دعاءاته لتضليل الرأي العام العالمي كذلك تشتيت انتباه المجتمع الدولي عن سياسات التعنط الواضحة التي يتبعها لإفشال جهود وقف إطلاق النار وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع مصر في مواجهة هذه التصريحات الاستفزازية ودعمه المطلق لها في مساعيها رامية إلى إنهاء العضوان الغاشم على قطع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطينية وجهودها رامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة